السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ايها مولاي حيث حيث اودا السيد دكتور مبقت الصلاة الراحي لدى بكينة للأسف للأسف اي واحد دا مش تبطه معتاد يوم مبقى وش الناس كيشولوا على خوتهم وحببهم لا اله الا الله قول واحد دا مش كيش تبطه مما اتاشي حاجة مبقى لش دا بتا وحد ما يشول فيك لا اله الا الله سيسليمن اخويا ايش حال معمور ديلك دبنتين حاليا انا عندي 27 سنوات وانت صغير كتي كتلقى بان والديك وعمامك وخوالك كانو كيتزاوروا بعضيتهم ايه ايه كنت ديكسا امي الطيب كنت ديكسا صغير كان مشي عند الجيران وحببنا وكان دخلوها اللي اعطاك شوية اللي كيبوس كده بلا كيجرعوا ذاك الحق حتا عند دراني الصغور اللي كيبغي دا بمشي عند شي واد علاش مشيتي علاش كلتي ذاك الشي اللي اعطاك ايها ملائية وكان تعجب انا كان قول واقعي لا بنا دي ما عرفت اش ده وقال يانا ده والسبب اشنا وليت تغير سي سليمان هادي هادي واحدة عشرين ثلاثين سنة اش تغير في المجتمع دينا ايه كل شي كل شي داك النهارة والدعمي الطيب كان اسمه كدوي النهارة الموليد قلت اللي مشاركة وعليش حال من حسن وقسين بلاي لا نطمع الصباح ديك البنية ديالي وواحد بواحد في سبيل وخمي سولة لي ابنان غاند قانال باب وكان تعجب كاتم شعيد ابنان كي يقول مع رسولة اش كون جابو واش كي يجير عندي لا 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 الله اللهم قطع الخطم مع سي سليمان كنشكروك كنشكروك سي سليمان هذا شاب المؤمن هذا شاب التقي هذا شاب الغيور على الدين اكيد سي سليمان ان الناس اذا كانوا في زماننا هذا يشتكون من قلة الرزق وقلة البركة وانحي بس المطر من السماء وهجوم كورونا والفساد السياسي والصراعات هنا وهناك ربما من بين أهم الأسباب أننا ضيعنا القيم الدنيا والإنسانية التي دعان المولى جل جلاله أن نحافظ عليها وفي مقدمتها صلة الأرحم كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول الرحمن أو يقول الرحم مشتقة من الرحمن الرحم مشتقة من الرحمن من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله الرحم هي رأى سبب كبير من الأسباب التي جعلت مجتمعاتنا تصارع وجعلتها أنها تكابد ربما إذا أردنا أن نقيم تحليلا سياسيا للأوضاع العامة في مجتمعاتنا لا نعتمد دوما على الأرقام في مؤشرات النمو والمديونية الخارجية وكذلك ما يتعلق ببعض تحليل المرتبطة بالواقع العام ولكن هناك أسباب أخرى أساسية هي سبب الفساد والإفساد منها قطع الرحم الناس يركزوا دائما على المديونية الخارجية يركزوا على الفساد الداخلي يركزوا على عدم ربط المحاسبة بالمسؤولية أو المسؤولية بالمحاسبة الفساد الذي طال مجموعة من القطاعات الحساسة في البلد أي نعم هذه كلها لها تأثير قوي على الغلاء وعلى الإضطرابات ولكن ننسى بأن هناك أسباب أخرى أعمق وهي نحن كلنا مسؤولون عليها هي غياب القيم الدينية والإنسانية في مجتمعاتنا وفي مقدمة سيطر الأرحم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من سره أن يبسط الله له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه اللي بغى ربي عز وجل يعطيه الرزق الوفير والخير الكثير عمر مقل أزمة ما كناش الأزمة الأزمة كن في الأوراق وكينا عند بعض المؤسسات كيدروا الإحصاء العام والتوقعات الاقتصادية أنت ما عندك شيء أنت لأنك مؤمن وتصد رحمك وكتسول على العائلة وعلى الأحباب ربي يعطيك الرزق الوفير من سره أن يبسط الله له في رزقه وينسأ له في أثره يعني قال عمل طيب لدرته غيب قي يذكر يذكر الأعمال الجليل اللي قمت بها وتذكر في الغيب عشنا وكي غنديره هاتشي كله مش يكون عندك تلسانة إعلامية وإشهار ووحد من مجموعة نسكد الأبواق وخلفك لا غدير عمل صالح تصد الرحوم وغديره وغديره تبقى الذكر الحسن والرزق الوفير للأسف كالقوبي أن المجتمع دينا المغربي الأصيل مغرب الأمجاد ومغرب الأجداد تغير في جزء من بعض سلوكه غير هذه واحدة عقدين أو ثلاث عقود كان مجتمع شكل أخر كيف قال السيسليمان فعلا كان الأطفال الصغار كيدخلوا عند الجيران كيدخلوا عند العائلة وللقا كي يكلها ولقام حط الميدا كي يكل معهم وكل شي دي الكل شي عندنا واحد للفكر جمعوي ماشي اشتراكية كالتي ذكرها كارل ماركس أو فريدريك أنجليز أو غيرهم من المفكرين الأصحاب المادية السياسية والجدلية لا هي اشتراكية نورانية اشتراكية صادقة دي المحبة الناس كلهم خوت كي يكلوا جميع الأبواب مفتوحة والناس كيدخلوا بعضيتهم اليوم تغيرت الأوضاع أوضاع تغيرت كثير كتلقى كل واحد فيهم كما قال السيسليمان كيلقى ولدو صغير كي يكل شي حاجة من عن الشيران كي يقول ليش علاش خذتها علاش ولاش واحد ضق عليك شكون تلجي تغيرت المفاهيم تغيرت القلوب والتغيرت العقول وكان عرفوا القيمة دي المجتمع دينا من أعداد المفاتيح السوارد كان لقى لك الدار فيها بزاف دي البيزاكرات وبزاف دي القفولة وبزاف دي السوارد يعني انت واحد ما تيقفش واحد كل واحد خيف من الآخر في حين كيلقى هناك دول أخرى غربية بعض دول استقنابية بحل السويد مثلا عندهم عادي أن الأبواب كتبقى مفتوحة عندهم بالليل المنازل والفيلات الأبواب مفتوحة هناك ديفيدخين كيبيعوا ديماجازا كيخليوا الباب مفتوح كيخليوا غير الجوجاج عادي ولا تقع صارقات ولا يقع اعتداء كالأمن والأمان والسلم والسلام نحن الوضع ربما كالقول الكاميرات المراقبة هنا وهناك كالقول المخافر للشرطة في تأهب مستمر ما الذي تغير ما الذي غيرنا دائما نركز على الأسباب المادية هي التي أثرت في الإضطراب وفي القلق وفي الإنفلات ولكن ننسى بأن هناك قيم إنسانية هي الأساس في هذا التغيير نحن مطالبين بأن نغير قلوبنا ونغير أفكارنا ونعود إلى طهارة الدين ونقاء الدين وصفاء الدين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن أن دول غربية مثلا قلك أهل بيت فجرة أهل بيت فجرة لكنهم يصلون رحمهم ويعطفون على ضعيفهم فتنمو أموالهم ويكتر عددهم هذا أهل بيت فجرة فجار كذلك الخطايا ربما يتجرى على المحرمات يشرب الخمر وقد يتكاسل عن الصلافاجر لكنه يصل رحمه لكنه يسأل عن العائلة والأحباب ويكرم ضعيفهم فقال صلى الله عليه وسلم فتنمو أموالهم ويكتر عددهم يقدم الله البركة بفضل سنة الرحيم فانتطلبوا الله سبحانه وتعالى لعلي القدير أن يعيدنا إليه عودة جميلة وأن يصلح القلوب ويصلح النفوس والخاوة حد الدنيا الخاوة حد الدنيا شحال من الواحد من الأحباب والمقربين كنا نتكاسل عن زيارته وتفقد حاله ثم نسمع بأنه قد توفي وارتحل إلى بقاء الله أنا دك نندم ندم شديد ونقول يا ليتني يا ليتني زرته يا ليتني يا ليتني عنقته لم يبقى لي إلا أن أذهب فأقف عند قبره وأدرف دموعا وأبكي حظ التعيس لماذا لم أصل رحمي هذه دعوة منكم لديكم جميعا أيها الأحباب دعوة لكم أن كل واحد منا يحرص على صلة رحمه إذا تعذر عليه الانتقال من مكان إلى مكان هناك الهاتف النقال وهناك وسائل التواصل الاجتماعي بالصوت والصورة نسأل عن الأحباب نسأل عن المقربين نواسيهم ولو بكلمة طيبة وسترون الخير سيعم علينا جميعا ستأتي أمطار الخير والبركة سوف تهطل من السماء إلى الأرض فيكون الموسم الفلاحي مثمرا سوف ترون بأن المديونية الخارجية التي يئن تحتها المغرب في وضعه الإقتصادي سوف تتراجع إلى الوراء سوف ترون بأن المسؤولين في هذا البلد الأمين يتكاتفون ويكونون جميعا رأيا واحدا وفهما واحدا وخطة واحدة ويقودون قيادة حكيمة محكمة إلى بر الأمان سوف نرى الكثير من الإصلاحات تتحقق بقدرة الله وتوفيق الله لما نقوم جميعا بصلة الأرحام وزيارة الأحباب والمقربين خصوصا الغير مرغو فيهم لأن أنت صنا من قطعك هكذا قال النبي الكريم إذا وصلت من وصلك فتلك مجاملة كتزورني اليوم ونكتزورك الأسبوع المقبل انتكت ضيفني ونكتعود ضيفك هذه المجاملات لكن الصناعة الرحمة الحقيقية أنت صنا من قطعك ذاك اللي هو قلبه عمر بالغيب ومتوتر أنت كتنازل وكتقصول من نفس ديالك وكتدمعك الهدية واترق الباب وتبقى وقف الأتبع ومن اللي يجي تنظر له نظر حينيا وإياك ثم إياك أن تقول له هل تذكر ما الذي وقع وماذا جرى لا نسوا الماضي كله إحنا أولاد اليوم نتعانقوا ونطلبوا الله تعالى لأن الله أمر نفسه الرحم وغلقوا بأن حياتنا سوف تشرق من جديد وتينع من جديد وغلقوا الخير يعم علينا لأن الخير موجود أيها الأحباب ما تضنوش بأن لدينا الفقر ما تضنوش بأن ما بقى الباركة الخير موجود والباركة كثيرة وفائد لكن الله يمسكها الله تعالى يمسكها عننا كلما كان هناك التقوى وكان هناك الصلاح وكان هناك التسامح والصيلة الأرحام ربنا يفتح كيف تحرر بني من الفق وكي يجي الخير يعم علينا وعليكم أجمعين أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه آمين آمين يا أكرم الأكرمي السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة